ملف التوتر العالي أمام تحدي مفصلي الأربعاء في مجلس النواب الذي سيصوت على مشروع قانون تمر كامل خطب صليم عرمون تفرع المكلس تصويت سيحسم المعركة الدائرة بين الأهالي والوزير جبران باسيل فأما يسقط مشروع الوزير باسيل بمد الخط بالقوة فوق رؤوس الأهالي في المنطقة المذكورة بالضربة الديمقراطية القاضية وأما يخسر الأهالي بالضربة ذاتها وفيما يستمر أهالي المنصوري في اعتصامهم ها هي بلدة عرمون تتحرك مناشدة النواب الاحتكام إلى ضمائرهم وان في بعد أي دولة بالعالم عندها خطوط توتر عالي مادينة بالسماء صارت كلها تحت الأرض توتر فوق الناس يعني في الناس شخص ما جاي البناء يشريت الكهرباء حد الحال صوته استنادا للعلم واستنادا للمنطق وهذه القضية إنسانية محت حلفاء الوزير باسيل بس بريد الفطل النظرون إنه حاليا الحكومة الوزير باسيل وحكومتها هن بورطة لأنه ما عندهم حال تاني لأنه مشوير دي وما يتعبوا إنه نقبل أو حدا ممكن يقبل إنه يمرق فوق الأرض وقبيل الجلسة التشريعية مفاجأة صغيرة للنواب وجهها ناشطون في المجتمع المدني من طريق عرمون التي يمر تحتها خط توتر عال يقولون أنها تثبت وجهة نظرهم مثل ما شايفين عم بيعطي تقريبا أربعة ونصف ميكرو تسلا نحن على وجه الزفت وطلعوا لمستوى صدري بيعطي واحد وربع وهلأ من هون رح نمشي أربع فشخات لنوصل على حدود الطريق ومتل ما ملاحظين عم بيعطي تقريبا سفر فاصلي واحد ميكرو تسلا معناتها إنه كل الناس اللي عايشين عشمال وعايمين الطريق هن بأمان بقى كل الكلام هيدا اللي بيقولوا إنه تحت الأرض بضر أكتر وينه تدرر إذا الناس عايشين بأمان على حدود الطريق الشارع متأهب من أبصليم وعين سعادي وعين نجم وصولا إلى عرمون فهل ينصف النواب الأهالي في نضالهم أم أن السياسة ستلعب لعبتها في الزواريب المعهودة هيفام خواند ام تيفي